هاد السؤال كتير من الناس كي يسولوا كتير من الناس وكل إنسان مسكي اللي يعني كي بدي يحاسب نفسه بواحد شكل يعني كي يعدبها ومحسبة نفس شي حاجة كبيرة هي الطريق طريق ديال الخير إن الإنسان يحاسب نفسه سيد ربي سبحانه وتعالى كي يقول في القرآن الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقناتهم الرحمة الله إن الله يغفر الدنب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له المعنى دي الكلام سيد ربي كي يقولنا في القرآن الكريم هو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب كل واحد فيناك يقرأ القرآن الكريم لأن منك تقرأ القرآن الكريم ربك يكلمك كي يدوي معك قل يا عبادي ليتم يا النداء عبادي هذيك يا ديال إضافة يعني العبادي لي وفي هذه المعنى كنت تسمع هذه الكلمة تتشعر بالرحمة دي سيد ربي أنتوما ديالي سيد ربي أنتوما ديالي يقول هذه كلام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم باش بكترة الدنوب واحد يتصور شي دنوب بدار شي دنوب ذلك الشي ما كيتعاوج ما خلاه مدار وتستر وممكن قا عارفوه الناس بشي أمور ثم جاتوا واحد اللحظة فاق وقلش كان دير أنا معامن بينه وبين مولاي عاد المعصية بينه وبين مولاي وبدأ كيلوم نفسه كيلوم 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 شوية وبدأ رجع الله تبركت وكيسه ولتي يقول واش سيد ربي غيغفر لي انت طرقتي واحد لباب ضقتي على واحد لباب ما فيش ما عنداش بواب ما كيش بواب ما كيش حاجة حاجة منك سيد ربي قل يا عبادي يا الذين أسرفوا أي أكتروا من الدنوب نتنقول لك دار شي دار ذك شي اللي ما كيتعاوج مخلمة دا لا تقنطو من رحمة الله ما تقنطوش من رحمة سيد ربي إن رحمة سيد ربي كبيرة ربي كيقول ورحمة وسيعت كل شي يعني الرحمة يلوم ما عندا حد لا تقنطو رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميع سيد ربي الله هذا الاسم الأعظم هذا الله الاسم الأعظم هذا إن الله يغفره كي يغفر الدنوب كاملة كله احتاج الشرك إلا تاب منه الإنسان واحد مشريك وتاب إيه الله صاف تقبل ربي تتوب إيه إن الله لا يغفرون يشرك به ويغفروا ما دونه ذلك المنيشة الشرك إلا تاب منه الإنسان كيتوب إليه الله أما تدونه بالخراك كما بغت تكون يتوب منها الإنسان سيدي ربي كيقبله في الرحاب ديه ولا ما تابش ومات عليها ومات على التوحيد وتحت منشئة الله تقول ربك يدير مع ذلك الشي اللي عارف هو إنك يعارف الداخل دي القلب دي له فإذن الباب دي التوبة مفتوح وشنو هي التوبة؟ هي أن ندمه على ما فات كنت ندم ندم صحيح وتعزم على أنك ما تعاوش ترجع تنوي أنك ما تعاوش ترجع وتكثير من الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحد وما أتوب إليه وترد الحقوق إلا كانش حاجة متعلقة بالحقوق دي نصر الدعم إلا كنتي قادر دويتي في شي حد تكلمتي في شي حد وبغيتي التوب صعيب عليك تمشي تقوله لا أبدأ تذكره بخير فين ما قعدت تبتما يدكور يقول لديك السيد الله عمر عضا تذكره بي الخير فين ما جاء في شي موخ تذكره بي الخير وطلب الله سبحانه وتعالى باب التوبة مفتوح اللي بغى يرجع لسيد ربي رأى سيد ربي كي يقبله وهذا كالرجوع وهذا كالتوبة فيه واحد الأمر مهم جدا فيه واحد لمعنى دقيق لي هو لي هو إنك كترجع لسيد ربي كتدق على بابه كتعتعرف بالدنب ديالك ومني كتعتعرف الإنسان أنا كتعتعرف بالدنوبي كتدام سيد ربي شو معنية شو المعنى ديالها شنو المعنى أنا كنقول يا ربي أنا دنبت أغفر ليها شو معنية كان عتعرف بالعبود يا دياله لله أنا العبد ديالك وربي قال قلقوا ليها عبادية أنا العبد ديالك الغلط أصرفت أصرفت يا ربي غفر ليها ربك يجاوبك إن الله يغفره الدنوبة جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبه رجعه وش كتقول أنا اندمت وانت ناوي تعودت أبدا رأى توبة باب دياله مفتوح وتجربوا ما قبلها كما أن الإسلام يجربوا ما قبلها